هسيب النادي الاهلي معايز اخذك في جزئية كده بسيطة صغيرة صغيرة يعني نهاردة تقديم كابتن اعاب جلال مديراً فنان لي منتقى مصر وده المدير فني الوطني خلا فن الانجهاز اللي حراك كنت موجود فيه بقية الكابتن حسام البدري تنصح ايه الكابتن اعاب جلال تنصح ايه الجماهير كمان في التعامل مع الكابتن اعاب جلال وخلينا منطقيين وصراحة جدا دائماً تعامل الجماهير مع المدرب بس الجماهير والاعلام وخليفه مع المدرب الوطني مختلف شوية عن المدرب الأجنبي وكلنا دلوقتي بنقول ندعم الكابتن اعاب جلال زي ما طالبنا قبل كده الدعم الكابتن حسام البدري وقته يتعامل ازاي هو مع الجماهير والجماهير ازاي تتعامل معه والاعلام طبعاً أول حاجة طبعاً يعني كل توفيق لكابتن اعاب وجهازه كابتن اعاب مدرب محترم وليه بصمة في الاماكن دائماً اللي بتشتغل فيها يمكن الاتحاد الكورة شافت في التوقيت ده وجود كابتن اعاب لتقديم كورة مختلفة مع المنتخب وده الترجط اللي كان عاوزوا يعني عاوزوا الاتحاد دلوقتي عاوز أقوله ما يسمعش خالص أي كلام نقد سواء من جمهور أو اعلام ويركز في شغله بس ده فيما يخص كابتن اعاب بالنسبة للجماهير والإعلام يعني نفسي اللي حصل مع كابتن حسان ما حصلش مع كابتن اعاب ماذا هو؟ خلاص يعني مدير فني موجود بتحامل مسؤولية موجود لحد بطولة القمم إحنا ممصلحتنا أنه انتخبنا يكون كويس صحي كده ممصلحتنا إن اسنا نقاذره صحي ونسنده ونحسسه بالثقة حتى لو هو مش كويس لازم احسسه انه كويس صحيح ما هو انا الاداء الكويس والمتعة الكارهوية بتجي من كم اخطاء متكرر فانا لازم اتحمل اي اخطاء عشان اوصل بالمتخب بتاعي والفرقة بتاعتي لابعد مكان واللي انا عاوزه صحيح انما ما ينفعش من اول مباراة اضغط المدر ايوه واضغط عفوا انا اسف انا اسف لو عدتك هو مش من اول مباراة هو بمجرد الاعلان عن تولي كابتنا خلينا نقول خلاص موجود وهنلعب وعندنا مباراة ما ينفعش من اول مباراة اضغط المدرب في اختياراته صحيح ومين اخترته ومين ما اخترته ومين جبته وانت جميلت فلان عشان فلان بلاش النغمة دي صح وبعد المباراة بلاش النقد اللي ملوش لازم اللي بيهدم حتى لو الفرقة مش كويسة لازم نقف وراها وارد المدرب يكون عنده فكرة مختلفة صحيح هو المدرب فكرة صحيح فكرة محتاجة تطبيق ومحتاجة وقت فالتطبيق محتاج وقت صحيح وعشان تطبق بشكل كويس كمان اللاعب لازم الفكرة دي توصل للعيب فانا لازم اصبر على المدرب ولازم اصبر على اللاعب في تطبيق الفكرة اللي المدرب عاوزها مظبوط فانا من اول مباراة مش يعني يعني مش هنفع كل حاجة تتعيد المرة واحدة صحيح اكيد هيكون فيه اخطاء واكيد هيكون فيه يعني شرط في حاجات معينة ما انا هشوفها المرة الجاية مش اعملها مظبوط المرة الجاية هي حسنها صحيح فلازم ادعم المنتخب بشكل كويس لازم يكون الثقة كبيرة جدا جدا في اللاعب او المنتخب المدير الفني علشان يشتغل بيشتغل من الضغوط يشتغل بقى رياحية يشتغل وهو واثق ان الناس عاوزاه وبتحبه مابيش حد بيختلف يعني محدش هيختلف او اكتمع عليه كل الناس صحيح عشان كده النصيحة ان هو ميركسيو عنه ميسمعش